تبدل هيئة تنظيم الاتصالات جهوداً كبيرة بهدف تعزيز المنافسة في الخدمات وإثر تلك الجهود صنفات البحرين ضمن أفضل عشرين دولة حول العالم في انتشار الألياف البصرية نعم جاء ذلك وفق التصنيف العالمي لمجلس FTTH الأوروبي لعام 2023 الذي يقيم مستويات توصيل الألياف البصرية إلى منازل المستهلكين بنية تحتية مجهزة ومتطورة تعمل من خلالها مملكة البحرين لتحديث قطاع الاتصالات هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر في الوقت الحالي شرياناً أساسياً لتطور الدول وتقدمها تقدم من خلاله المملكة كل الخدمات التي تحتاجها المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بأسعار تنفسية وعلى نطاق واسع تقرير خاص لمجلس FTTH الأوروبي أكد انخفاض أسعار البرودباند المنزلي في مملكة البحرين إلى أكثر من 18% والمتنقل إلى 16% إضافة إلى انخفاض أسعار خدمات الهاتف المتنقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتجاوز 58% وتأتي تلك النسب تماشياً مع النمو السريع الذي يشهده القطاع فقد كشفت بيانات خاصة بهذا العام ارتفاع عدد مستخدمي لبرودباند في المنازل بنسبة تتجاوز 7% ما يوفر اتصال سريعاً وموثوقاً بالإنترنت لعدد أكبر من الأشخاص بنية تحتية مميزة مكنت ما نسبته 100% من الوصول إلى خدمات الإنترنت بكل سهولة يكون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الرقمي ما يعبد الطريقة لتصبح المملكة وحدة من أفضل الوجهات المتصلة في العالم موسيقى موسيقى